عدن مدينة كونية هذه العدن التي جمعت كل الألوان كل الأجناس كل الأطياف كل الأديان في عدن تجد الكنيسة حق أبان لا تبعد عن مسجد أبان سواء خمسين متر تجد الطرق الصوفية بكل ألوانها وأشكالها تجد البنيان والباكستان والبهرة واحتوت كل الأجناس كل الأجيان كل الأوطان كل الشعوب اجتمعت في هذه المدينة الكونية أصبحت المدينة اليوم ليست مدينة عدن ولا محافظة عدن ولا العاصمة المؤقتة عدن أصبحت اليوم قرية عدن الثقافة القروية القادمة هي التي غيرت الديمغرافيا غيرت الأرض غيرت السكان غيرت الإدارة عدن التي قتلت فيها المحاكم فلا محكمة تشتغل حتى تبحث عن مقاضى إذا أردت أن تقاضي عدن التي عطلت فيها كل المدارس وأصبح الأمية هي التي ستنتج جيلاً أمياً وشعباً أمياً من قبل قهات وقيادات أمية هي من تتحكم بهذا المشأد عدن تم إقهاض المخطط الحضاري الموجود داخل مدينة عدن وتحولت عدن إلى شوارع بأكملها يتم تقطيعها إلى محلات وإلى مربعات عدن اليوم لا تعتدي على سطوة نافذ من الشمال أو نافذ من السلطة أو نافذ من الشرعية عدن اليوم تعتدي على أبنائها أو هؤلاء المستثلطين على عدن يعتدون على عدن ليست قضية فوض الكثير إلا نموذك بسيط جداً هل أحدثك عن فلة تابعة للعولقي والأسرة العولقي أيضاً كيف تم إخراجه وبشكل أنفس هل أحدثك عن عشرات الكيلومترات التي نهبت لصالح من أسر ودوية الشهداء الذين قلت لك الحرب الأخيرة نهبها كثير من الباسطين هل أحدثك عن عشرات الأسر غادرت عدن وانتقلت إلى مراتك تحت سيطرة الحوثي للأقل تأمن على عيشتها ومكانتها وسيطرتها هل أحدثك عن 47 شاب مع أسرته ومع زوجته ومع عائلته من داخل دار سعد انتقلوا خلال اليومين الماضين إلى مدينة تعز ليشكلوا هناك حالة أمان وضمان بعد أن شعروا بعدم الفوضى لهذه الدرجة أصبحت عدن طاردة للناس عدن مخيفة عدن ظلام يعني هؤلاء الذين عدن تحولت إلى مدينة ظلام مدينة دم هي المدينة التي لا يتمر فيها ساعة إلا وتسمع فيها عن قثة مرمية في الشارع مقتولة لن تدري من المجهول هي المدينة التي أصبحت تعيش في الظلام طفية الكهرباء لصات الكهرباء متى صات الكهرباء هو حديث الناس وحديث الشارع هي المدينة التي تحولت إلى مأوى أنا عندي صور لو أني أريد عرضها إلى مأوى للكلاب والحمير هي المدينة التي أصبحت مدينة عدن اليوم يتم جلب الماء لأشعب العيد الروس وإلى قبل ردفان في المعلّة عن طريق الحمير ترجمة نانسي قنقر